يواصل المعرض الرئيسي أهل الرمضان بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصرة يواصل استقبال المواطنين وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين هنا أكبر تجمع للسلع الغذائية كميات كبيرة وتخفيضات مناسبة هنا المعرض الرئيسي لأهل الرمضان بأرض المعارض بمدينة نصرة والذي يشارك فيه أربعمائة عارض من كبرى شركات الصناعات الغذائية ليقدموا جميع الصلع الأساسية تنفيذا لتوجهات الرئيسي السيسي بضرورة التوسع في معارض أهل الرمضان لتلبية احتياجات المواطنين من هذه الصلع أصوان كلها بنجيب منها البلح الكركري الدوم الخروب التمر هندي جميع نوع البلح بأشكاله عندي بلح ملكابي بلح سكوتي بلح برتمودة الشبح جميع نوع البلح بنجيب التمر هندي برضو بتاع رمضان والكركري وعندنا برضو بنضيف لها الحلويات الطبيعية برضو حلوة جدا جدا عندنا جميع حاجة أصوانية موجودة هنا المشاركة ناجحة ناجحة متميزة جدا جدا أنا يمكن عايزة أقول إن ده أنا بقالي في المعارض أكثر من عشر سنين المعرض دون أول مرة سابقة سابقة من نوحة بالإقبال الجامد أو يدون على الناس حاجة يعني معرض ناجح بكل المقاييس المعرض يأتي تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك ويعد هو الأكبر حيث يضم 126 جناحا يمثلون 80% من شركات الأغذية وسط إقبال كبير من الأسر المصرية لشراء ما يلزمهم من سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة ده تلت معرض لي أنزله بنحاول ندي خدمة لكل موطنين نحن ننزلنا في الأسعار وكده ونبيع بأقدر من شكل ملمية ممكن يعني هو المعرض جميل أهلا رمضان وأنا كل سنة باجي فيه لما بيبقى قبل رمضان وكده بيجيب الحاجات بتاعتي اللي أنا عايزة بتاعة شهر رمضان بقى وما بعد يعني بتبقى حاجات كلها طازة وتقدمها فترة طويلة والأسعار حلوة بصرا المعرض حلو جدا أهم حاجة في المعرض أهم الأسعار الجودة لأن انت بتشتري من المصنع على طول فبيبقى التاريخ لسه معمول فدي حاجة مهمة جدا والأسعار مخفضة كويسة جدا وبالنسبة للسكر والزيت والرز أسعارهم طبعا أحسب من بره بكتير قوي يعني كل الشركات عاملون عروض كويسة جدا وممتازة جدا بصراحة يعني فيه كمان فيه تنازل كمان عن الأسعار كمان جميلة قوي قوي يعني يعني فيه أسعار حلوة جدا بصراحة لا المعرض ما شاء الله حلو بصراحة أنا بجيه كل سنة وحاسة العروض دايما حلوة هي الأسعار حلوة معقولة هي أسعار أصلا عمتا ذات عن السنة اللي فات بس هي حلوة برضو معقولة السنة دي في المعرض قوي الحمد لله المعرض يأتي ضمن أكثر من خمسمائة وخمسين شادر ومعرض تم افتتاحهم في مختلف المناطق مما يؤكد قدرة الدولة على توفير كل السلع بالكميات المطلوبة والتي تغطي احتياجات المستهلكين مع وجود احتياطي من هذه السلع لعدة أشهر قادمة محمود جميل التلفزيون المصرية